موسيقى يا مساء الخيرات على كل حضراتكم مشاهدين في كل مكان وبرح أبديكم جميعاً في بداية حدقة جديدة من طاقتكم العشر الأواخر من رمضان بيبقى فيهم عبادة شديدة الخصوصية يا حضراته بيحرص عليها كتير جداً جداً من المسلمين وهي عبادة الاعتكاف تعالوا نتكلم في حلقتنا النهاردة عن فضل العشر الأواخر من رمضان وعن إزاي نقدر نختنم هذه الأيام وعن ما هي الاعتكاف النهاردة منورني ومشرفني فضلت الشيخ محمد رضا من كبار علماء الأظهر الشريف والأوقات يا مساء الخيرات يا شيخ رضا مساء الخيرات والله يخليك يا سيدسي كريم والله بارك الحمد لله رب العالمين العشر الأواخر من رمضان الفرصة الأخيرة المتاحة قدام كل واحد فينا للاستفادة قصوى من أيام وليالي هذا الشهر الكريم كيف نختنم العشر الأواخر أحمد الحق تبارك وتعالى وأصلي وأسلم على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم صلي وسلم وبارك على سيد الوجود والبركة العامة في كل موجود صلاة وسلاما دائمين متلازمين اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه عدد حروف القرآن حرفا حرفا وعدد كل حرف ألفا ألفا وعدد صفوف الملائكة صفا صفا وعدد كل صفا ألفا ألفا وعدد الرمال ذرة ذرة وعدد كل ذرة ألف ألف مرة عدد ما أحاط به علمك وخط به قلمك ونفذ به حكمك في برك وبحرك وسائر خلقك عدد ما أحاط به علمك القديم من الواجب والجائز والمستحيل اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه مثل ذلك وبعد أولا الاعتكاف هو سنة مؤكدة كان يواظب عليها الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم ومعنى الاعتكاف هو لزوم المسجد بنية مخصوصة لطاعة الله لزوم المسجد بنية مخصوصة لطاعة الله والاعتكاف كان يحرص عليه النبي صلى الله عليه وسلم في العشر الأواخر من رمضان وإن كان قد ورد أنه اعتكف العشر الأول والعشر الأواسط وعندن العشر الأواخر ليتحرى فيها ليلة القدر طبعاً فكان صلى الله وسلامه عليه يحرص على ذلك إيه الفايدة إن الإنسان يعتكف ومعنى الاعتكاف في الشكل اللي سيدنا النبي كان يفعله كان يضرب له خباء في المسجد وقيل أنه كان يدخل قبل غروب شمسي اليوم الحادي والعشرين أو من فجر اليوم طيب الرسول صلى الله عليه وسلم كان يدخل لطاعة ربه طبعاً لا نقص طاعتنا على طاعة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالضبط إحنا حنتعود أكيد علي الشراء لكن إحنا كيف نعيش أيام الاعتكاف أيها كما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم وإيه الفايدة أولاً لما بدخل المسجد دخلت للطاعة الطاعة بتتمثل في إيه؟ آداء الفروض في أوقاتها وفي جماعة آداء النوافل كاملة وزيادة قراءة القرآن الكريم تعلم العلم الحرص على التزود من طاعة الله سبحانه وتعالى بجميع أشكالها أنا مش راح الاعتكاف عشان أنام أنا راح عشان أجاهد عشان أصل بقلبي ده لمكانة عند ربنا سبحانه وتعالى أدرب نفسي وأبجاهد نفسي على إني أكون في مكانة معينة عند ربنا إذن الإنسان لابد أن يتجنب في التحدث مع الناس لإن إحنا بنشوف في بعض الناس يقول لك مط يلا نعتكفه نروح ونعتكف نجوة بجأة نعجول حكاوي نقول لا أوعى حتى كده راح ينقض على القهوة بالضبط إحنا عايزين نروح كل واحد ينشغل بطاعة الله أو نصله جماعة أنا وإنت سواء في قيام في تهجد في تقرب نجرى مسألة علمية نتعلم حاجة في دينا نسكر مسبح نستغفر نجرى القرآن أنا أجرى جوز وحضرتك تجرى جوز أنت بتسمعني وأنا بسمعك يبقى إن أنا في قراءة باخد رست شوية راحة وأنا برضو بسمع القرآن القارئ كالحالب والسامع كالشارب مرة وهو السامع يؤجر على سامعه كالشارب شوف حضرتك اللي بيش ربك يعني آمل إيه شوف الغذاء بيبى شكله إيه إذا من أراد أن يكلمه الله فليسمع القرآن ومن أراد أن يكلم الله فليقرأ القرآن يعني دي مكانة كبيرة جدا عند الله سبحانه وتعالى الإنسان يجب أن يحرص عليها وفي هذه العشر الأواخر من رمضان ليلة عظيمة طبعا اللي هي ليلة اليد طبعا من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر يبقى إحنا عندنا ليلة القدر نفسها فيها عظمة كبيرة جدا وبعدين الوصف الذي يصفه الله سبحانه وتعالى لنا وللأمة وللعباد يجعل الإنسان لابد أن يعتكف لأن ده شيء مهم لك جدا طبعا ما نطول السنة بجري منه ويشمله برحل ده الخلاص كله في الليلة دي في العشر تيام دول أنا أدخل يا عم أدخل المسجد وأكون حريص على هذا العمل طيب أما ربنا بيقول إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزلوا الملائكة ونروحوا فيها بإذن ربهم تنزلوا الملائكة ونروحوا فيها وصيدنا جبريل معاكم بإذن ربهم شوف كل ده الليلة سالمة من أي شيء حتى مطلع الفجر بتشهدها الملائكة وفيها نفحات وفيها نزل القرآن الكريم فإحنا عايزين في الليلة دي نستغل أو في الأيام العشر دول نستغل إن إحنا نصيب الليلة نعتكف ليلة 27 بس لأ العشر الأواخر لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أنها إحدى وعشرين أو ثلاث وعشرين أو خمس وعشرين أو سبع وعشرين أو تسع وعشرين أو آخر ليلة من رمضان هي الليلة من الليلة في تاسعة تبقى في سابعة تبقى في خمسة تبقى في ثالثة أو آخر ليلة من رمضان إحنا بناخد بالكلام سيدنا النبي بنعتكف العشر الأواخر عشان اصيب فيها ايه ليلة القرآن وهو لازم الاعتكاف يكون في مسجد الشيخ رضا ولا ممكن اعترك في المنزلي لا يجوز الاعتكاف الا في بيوت الله لان الله سبحانه وتعالى اخبرنا بذلك في ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد وقال واذ يرفعوا ابراهيم القواعدة من البيت واسماعيل وربنا تخبر منا انك انت السمع العليم وبعدين انطهر بيتيا للقائمين والراكعين والركع السجود طيب ربنا سبحانه وتعالى وهدنا الى ابراهيم واسماعيل انطهرها بيتيا للطائفين والعاكفين والركع السجود يبال الانسان لازم ان يكون حريص على ان يكون معتكفا في بيت من بيوت الله لا يجوز في بيت الانسان ولا في اي مكان اخر يعني ممكن واحد يقول لك نضرب خيمة ونعمل اعتكاف ما ينفعش لابد ان يكون في المسجد وان يتخذ الانسان رقنا في نهاية المسجد او في رقنا من المسجد ويدرب له خباء يكون فيه حتى لا يراه المصلون في اوقات صلواته وكان سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام الحريص على السمعة على سمعته اما جات له السيدة صفية وبعدين خرج اثناء مرور احنا اه فلقى اثنين مع الدين كده من انصار فقال لهم انها صفية من تحويي زوجتي يا رسول احنا هنشوكوا فيك يا رسول الله قال ان الشيطان هيجري من ابن ادم ماجرات دامي من العروق عشان محدش يقول ايه دفلان اتكلم عليه ما هو كان سيدنا النبي هو حريص على ان هو يبعد عن الشبهات طبع علشان كده خطب حضرتك طيب الانسان لابد ان يحرص في هذه الايام الطيبة المباركة اللي هي العشر الاواخر من رمضان ان يعتكف في بيت من بيوت الله ليزداد من طاعة الله سبحانه وتعالى ومن قراءة القرآن ومن صلاة الفروض والنوافل ويكون قريبا اكثر الى الله سبحانه وتعالى انا هستأذن فاضلتك نطلع بواسط سريع ونرجع نكمل كلامك تفضل تفضل يا اهلا كل حضراتكم من جديد حضراتكم اكيب بتبقونا بقالكم فترة وابتاخدوا بالكم ان احنا دايما في السياق الكلام بنحب كمان نستعرض مع حضراتكم اشكال مختلفة من العمل الصالح تعالوا نتابع ونشوف مع حضراتكم شكل اخر من اشكال العمل الصالح من خلال هذا التقريب تفضل من احب الاعمال الى الله سبحانه وتعالى سرور تدخله على مسلم او تدفع عنه جوعا توزيع الوجبات حققت السعادة لأهالي العزبتين اللي بيعانوا معظمهم من ظروف معيشية صعبة بدأنا الاول يوم الجمعة ولما لقينا كتير من المتبرعين بيقولوا انتوا ليه اكتفيتوا بيوم الجمعة بس خلناها يوم الاثنين وبعدين خلناها يوم الخميس دعا لمدار العام الوجبة الوحدة تكلفتها 95 جنيه وبيتم اعدادها بصورة صحية الوجبة دي بتشتمل على ايه؟ تشتمل على الرز واللح والخضار وجبة متكاملة في فضل ربنا عز وجل اخواتنا واهلنا هنا في العزبة البيضة كانوا محتاجيننا ربنا سبحانه وتعالى وفق من اهل الخير وبعت لهم من اهل الخير اللي يفرح الناس دي يوم في السنة بمساهمتكم هنقدر نكمل مشوار الاطعام طوال العام في كل مكان طيب احنا بنتكلم عموما عن فضل وعن اهمية اطعام الطعام في كل الايام ولا سيما في شهر رمضان لكن هل للعشر الاواخر من رمضان فيما يتعلق باطعام الطعام خصوصية؟ طبعا ازاي؟ اه ايو الله يرضى عليه احنا دلوقت احنا في المعتكف ايوه فينا القادر وغير القادر ففرصة للقادر ان هو يطعم اخوانه اللي هم المعتكفين معاه طبعا يجيب لهم يوفر لهم الاطعام يوفر لهم الصحور خذتبنا حضرتك يبقى حيأخذ الاجر والثواب من الله سبحانه وتعالى يبقى الانسان لا بد ان يحرص في اي على اي وجه لان العبادة والطعام الصحوص الكريم دي استغلال دي فرص طبعا فرص طبعا اللي هتعديه فرصة مش حلاجات لا ودي فرصة من الصنف اللي ممجيش غير من السنة للسنة اصلا لا وبعدين خلي بالحضرتك انت متخيل ان انت بتطعم الطعام ده لانسان وسهلاً معتكف معاك او فهو يعني بتوعينه على العبادة وعلى الطعام وعلى العبادة شوف حيبالك اجر شكله ايه يعني واجر اطعام الطعام اجر عظيم عند الله سبحانه وتعالى احنا عايزين دايماً نكون حرصين على ان الانسان ساعة ان تسنح له فرصة لابد ان يستغلها والعبادة يعني عندنا الناس الصالحين يقولون ايه العبادة فرص يعني ما تلاقي نفسك نفسك تسل ركتين وعايز تستزيد زيد بتجرع شوية القرآن وعايز تلاقي نفسك مفتوحة اجرى زود بتنفق وليجت نفسك كده ايه عايز تزود النفق زود اي عمل صالح انت تلاقيه في الليام الطيبة المباركة دي ده رضا من ربنا عليك ان انت بتعمله طبعاً فعشان كده لازم الانسان يكون حريص على ان يستزيد من الاعمال الصالحة وخاصة في المعتكف ويعني دائماً يمكن انا اتذكر ان ربنا انعم علي بالحج وانا في المعتكف الله يعني جالي الراجل عشان عليه رحمة الله وانا في المعتكف عشان يقول لي ايه انا عايز حد تعرف حد حيط لها حيط لتولاني انا والحج سبحانك تخيل حضرتك يعني كان من نعم الله سبحانه وتعالى سنت واحد وتسعين جايزة دي كان جايزة طبعاً طبعاً منحة صحيح هو فعلاً الانسان يجب عليه ان يراعي دائماً وهو يتعبد لله سبحانه وتعالى الاخلاص في العبادة والطاعة دائماً دي بقى معناها ان لازم الواحد كمان يمواظب على فعل الخيرات والطاعة حتى في غير ايام الشهر الفضيل احنا بنسخن بس انجاز التعبير على العمل الصالح وعلى الزكر وعلى وعلى في شهر رمضان بعد كده بندخل بقى في معترك الحياة اليومية بعيداً عن رمضان وبنتلهي كالعادة شوف أستاذ كريم اللي ربنا نعم عليه بنعمة العبادة والطاعة والتقرب إلى الله ما بينساش أبداً التقرب ولا الطاعة ولذلك حضرتك بتقولي انغمس في الدنيا يجري زي ما يجري لو ليه نصب لو هو بقى توجه إلى الله الدنيا حتشده من ورا كده من جمع وتقوله تعالى خد حقك مني حضرتك العمله مش بالشطارة ولا بالزكاء ولا بال لا 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 ما كانش ربنا رزق الأبلة صحيح صحيح طيب على ذكر الطاعات والعبادات والأعمال الصالحة تعالوا نتابع ونشوف مع حضرتكم شكل آخر من أشكال العمل الصالح من خلال هذا التقريب تفضلوا مشروع وقف النخيل بمؤسسة نبض الحياة هو أكبر مشروع خير استثماري بيستهدف دعم كافة أعمال الخير هذا الحلم الذي بدأناه أصبح اليوم حقيقة إن دل على شيء فإنما يدل على قبول الأعمال التي قمتم أنتم بها النهاردة جايين نبلغ حضرتكم وننقل لكم السعادة والفرحة والسرور من على أرض الواقع من مزرعة حضرتكم من مزرعة مؤسسة نبض الحياة اللي ربنا سبحانه وتعالى طرح فيها البركة والسعادة والسرور مؤسسة نبض الحياة قدرت إنها تنفذ زراعة ست مراحل مختلفة من وقف النخيل في سهل قروين بالفرفرة في محافظة الوادي الجديد كل مرحلة بنشوف فيها شكل جديد كل مرحلة بنشوف فيها حالة جديدة مرحلة الإنتاج زي ما حضراتكم شايفين قدام عينيكم بتبدأ بالتقليم والتشويك علشان خاطر نبدأ لمرحلة الحصاد من التلقيح ونشوف الإنتاج وشكل الصمر وهو موجود على النخيل وعشان يفضل باب الخير مفتوح هيكون في زراعة للمرحلة السبعة بوقف النخيل في 27 و 28 إبريل القادم وكمان مؤسسة نبض الحياة قررت إن باب المساهمة يفضل متاح للمشاركة حتى آخر يوم من أيام زراعة المرحلة الجديدة طيب ده شكل من أشكال العمل الصالح اللي فيه استدامة اللي ساهم في عمل زي ده يا شخ رضا إلى أي درجة ربنا بيكرمه بيوفقه وبيقويه ويقدره على الاستمرارية وعلى الاستدامة وعلى فكرة الدايمومة في العمل الصالح بعيدا عن الشهر الفضيل يعني سبحان الله الأعمال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بالنيات إنما لأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن قام بعمل صالح مثل هذا الله سبحانه وتعالى وفقه إليه وأراد له الخير في الحياة وبعد الممات فقام بأن أوقف جزءا من ماله لله سبحانه وتعالى على أن يخرج ما ينتد منه في سبيل الله فحبس الأصل وسبل الثمر فربنا سبحانه وتعالى يعني يمكن هذا توفيق من الله للعباد ويمكن إحنا دايما بنقول إن كلما تقرب الإنسان إلى ربه تبارك وتعالى بأعمال صالحة كلما أحبه الله وزاده الله من فضله فالإنسان بتن يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى حتى يحبه الله فإمتى ربنا بيحبني أما بتقرب إليه بالنوافل طبعا يعني وما زال عب يتقرب حتى أحبه طب إذن الصدقة من النوافل اللي هي الزكاة فرد والصدقة نفلة نفلة طب فأنا بتقرب إلى الله بصدقة دائمة مستدامة في الحياة وبعد الممات إلى أن تقوم الساعة ربنا بجا بيعمل لي إيه بيحبني يبقى ما يحبني يوفقني العمل الخير وده فحد ذاته دليل على قبول بالزبط صح كده؟ بالزبط دليل على قبول الله سبحانه وتعالى لأعمال المنفق أو الواقف خدتب حضرتك ودليل على أن الله سبحانه وتعالى راض عنه في حياته وبعد الممات في حياته بشرة عاجلة له في الدنيا يعني اللي بيوقف أو بيعمل يعني وقف مستدامة أو صدقة مستدامة خدتب حضرتك أو مستمرة يبقى ده توفيق من ربنا ورده وعلامة وبشرة له للجنة إن ربنا راضي عليه وهو لسه في حياته طبعا فعمل عمل من أعمال أهل الجنة طيب إحنا تابعنا مع حضراتكم من خلال التقرير اللي فات شكل من أشكال الوقف تابعوا معنا بقى الشكل ده كمان تفضلوا وقف الزتون بمؤسسة نبض الحياة مبادرة هدفها استمرار العمل الخيري والمشارك في زراعة شجر الزيتون صدقت ويتحقق ربحها وخيرها خلال سنتين مؤسسة نبض الحياة تدعوكم للمشاركة للمرحلة التانية في وقف الزيتون المبارك وقف الزيتون المبارك الشريك الآخر لوقف النخيل الخيري اللي اتنين مع بعض بيكملوا بعض لمسارتنا في الخير ومسيرة حضراتكم في العطاء مؤسسة نبض الحياة فتح باب المشاركة في المرحلة التانية اللي هيتم زراعتها من وقف الزيتون في أبريل القادم الباب مفتوح قدام حضراتكم للمشاركة قيمة الوحدة في مشروع وقف الزيتون المبارك ألف جنيه مع مؤسسة نبض الحياة يلا قوم واخد قرارك وشارك في وقف الزيتون المبارك والمرحلة اللي هيتم زراعتها بتستهدف زراعة خمسين فدان شجر زيتون المرحلة الأولى بفضل الله سبحانه وتعالى تم إنجاز عدد كبير جداً ببشاركتكم بفضلكم المرحلة اللي جاية دايماً دايماً طبوحاتنا بتزيد وأملنا بيزيد يا طارى هتكون مشاركتك معنا بقد إيه؟ كل اللي على حضرتك تتصل على خمستاشر سبعمية واربعين وتحجز لنفسك شتلة زيتون ساهم بشجر الزيتون تكلك صدقة جارية تمتدل أكتر من مئة سنة وخيرها يا عم غيرك نرجع بقى مرة تانية الشيخ رضا يعني العشر الأواخر من رمضان ينوي متى يبدأ الإنسان في إحياء اللي للعشر دول إن شاء الله يدخل ليلة واحد وعشرين إلى المعتكف ويفضل إن يكون قبل المغرب اللي هي ليلة واحد وعشرين وينوي إحنا جلنا لزوم المسجد بنية مخصوصة لطاعة الله ينوي كده نويته الاعتكاف طيب اللي عنده شغل ومش قادر ياخد أجازة أو مش قادر إنه هو يتفرغ لزوم المسجد يعمل إيه جه من الشغل بتاعه خذتوا لحضرتك وعايز يروح المسجد نويته الاعتكاف حتى أخرج ينوي الاعتكاف حتى يخرج من المسجد طيب هل يجوز ينفع هل يجوز لمن لا يستطيع أن يكون له أجازة من عمله أو العمل محتاج له جداً يجوز له الاعتكاف يجوز له الاعتكاف يخرج من المسجد على العمل ويرجع من العمل على المسجد وإن شاء الله ربنا يتقبل منا ومنهم صالح الأعمال وده طبعاً يعني أظن ما فيش تيسير أفضل من كده طبعاً المهم إن إحنا إزاي نطيع ربنا وكل واحد في المعتكاف يخلي باله ولاش يستعمل التليفون يرغي التليفون خالص طبعاً وإلا نبقى ما عملناش حاجة أصلاً طبعاً علشان نستفيد بأكبر وقت لطاعة الله سبحانه وتعالى وانتنينا مع ربنا إن شاء الله عشان ربنا يسلح لنا الأحوال والمعتكف ده شيخ ده المفروض يبقى أعمل خطة مسبقة يعني عارف كويس أوي حيعمل إيه بالزبط في كل الليلة من الليلة الاعتكاف هو البرنامج بتاع الاعتكاف برنامج معمول إلهي أنا أقوم لصلاة الليل التهجد اللي هي جبل الفجر بصلي الفجر بقول أذكار بعد صلاة الفجر لحد الشمس بتطلع أصلي ركعتين سنة الضحى أو أربعة أو ستة أو تمانية أكثر حاجة طيب وصلت الضحى باخد راحة وبعدين أجوم قبل الظهر قبل صلاة الظهر بقليل أقرأ مسألة علمية أقرأ شوية قرآن أصلي الظهر في جماعة لو في درس بعد صلاة الظهر بسمعه علم وبعدين باخد قسط قليل من الراحة وبعدين أستجبل صلاة العصر وبعدين أستمع إلى الدرس العلم أو أقرأ درس علم أو أقرأ قرآن وبعدين أقول أذكار المساء وبعدين يجي صلاة المغرب بفطر وبعدين ونصل للمغرب ويبدأ بعد كده المراسم بتاع صلاة العشاء وصلاة القيام شوف اليوم لوحده أوتوماتيك انت شغال فيه من غير يعني ما حتطلك البرنامج الإلهي في المسجد حلو أهل البيت بقى وضعوهم ايه في الحالة دي لما يكون الأب غايب ومش موجود لأنه هو معتكف أهل البيت عليهم القيام يعني زي ما احنا كنا بنشوف أما بنعتكف فيه أسر بتكون حريصة على صنع الطعام والشراب للمعتكفين تود لزوجها لأخوها لأبوها كده الطعام والشراب طيب عليهم ايه عليهم انه هم كمان يحرصوا على مكانة الرجل في البيت كأنه موجود يبقى مين اللي يدخل ومين اللي ما يدخلش لراعي ايه نعمل ايه كل الأمور التي يجب الالتزام بها في وجود المعتكف على الأسرة انت راعيها في حال اعتكافة كأنه موجود تماما طب في حال لما كان المعتكف ده عنده أطفال صغيرين حد منهم ليه ظروف خاصة تستدعي وجود الأب بصفة دايما مثلا ايه الوضع في الحالة دي هل اناسبهم وازهب للاعتكاف ولا مش لازم اعمل كده في الحالة دي اشوف لو في ضرورة لتوجد الرجل في بيت وليس عنده القدرة دي سنة مؤكدة دي سنة مؤكدة عن سيدنا رسول الله يعني اللي حيعملها حيثاب عليه واللي مش حيعملها لا يعقب عليه ده فضل بس هيفوتوا اجرها بزبط انت عايزت تتقرب الى الله يعني دي مش فريضة على الانسان ان هو لازم يعملها فاذا كان عنده ضرورة في البيت يبقى الضرورة او لا ان يلزم الضرورة عزيم للأسف شديد الوقت طار مع فضلتك يا دبل هاشكرك جزيلا شكر نورتنا نسأل الله تبارك وتعالى ان يتقبل منا الصيام والقيامة وصالح الاعمال وان يتقبل منا من الجميع ويعيننا على ان نكون من المعتكفين يا رب العالمين اللهم امين يا رب العالمين الشكر موصول اكيد لحضراتكم على حسن المتابعة وباذن الرحمن يتجدد اللقاء سلام عليكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة